يعد اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق السادسة والعشرين من يونيو من كل عام مناسبة لإبراز الجهود الأمنية والمجتمعية لمكافحة خطر المخدرات خاصة وأن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في مكافحتها بهدف الوصول إلى مجتمع خال من هذه الآفة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تتجسد الحقيقة الثابتة وهي أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية وبجانب الدور الأمني هناك أدوار متعددة للمؤسسات التربوية والتعليمية والإعلامية في مجال تحصين النشأ وتعامل المهني مع ما تشكله المخدرات من مخاطر اجتماعية وصحية واقتصادية لذلك أطلقت مملكة البحرين قبل أربع سنوات الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إذانا بعهد متجدد من الإصرار المجتمعي لمكافحة المخدرات تعمل الإدارة الآمن بحث الأدلة الجنائية على مكافحة المواد المخدر والمؤثرات العقلية أقليميا من خلال دارة مكافحة المخدرات ودوليا من خلال شعبة التعاون الدولي وذلك بالإشراف على عمليات تسليم المراقب اللي نص عليها قانون المخدرات رغم خمسعة سنة 2007 في مملكة البحرين وهذه طبعا يأتي من خلال تصنيف مملكة البحرين كدولة عبور للمواد المخدرة وهي موقعها الجغرافي توصى الدول الإنتاج ودول الاستهلاق فلما أي طرد يحتوي على كمية المواد المخدرة نقوم بالتنسيق مع الأجزاء المعنية مثل نيابة العامة وشؤون الجمارك وتمرير هذه الطرد إلى الدولة المستقبلة بهدف ضبط مستقبلي هذه الكميات والتجار للحد من نشاط تهريب المخدرات وتجارات كما والله الحمد تمكنت مملكة البحرين من تحقيق المركز الثاني عربيا بمنح وزارة داخلية مملكة البحرين المركز الثاني في جائزة أفضل تعاون عربي ميداني معلوماتي في مكافحة المخدرات والله الحمد تمكننا من الحصول على مقعد ضمن لجنة المخدرات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهذه طبعا بعزز عملية المشاركة في صنع القرار الدولي اعتمدت البحرين في تعاملها مع هذه القضية على ما هو أبعد في عملية المكافحة إلى عمل متكامل للوقاية والتطوير في خطط وآليات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية طبعا شعبة العمليات هي الشعب المختصة في مكافحة العرض في جرائم المخدرات من أهم هذه الأنواع اللي هي مادة الهروين ومادة الشبو ومادة الحشيش ومادة المرجوانة والماثرات العقلية اللي هي تكون الحبوب الكبتجون طبعا شعبة العمليات مثل ما لها قبضة من حديد على مروجين المخدرات يدها ممدودة حق المتعاطين ومساعدة المتعاطين عندنا خط ساخن 24 ساعة يستقبل حالات الشكاوي من الأهل ونفس الوقت من المتعاطين طبعا نحن في خدمة هذا البلد الحبيب مملكاتنا الحبيبة وفي خدمة المواطنين والمقيمين بناسبة يوم العالمي لمكافحة المخدرات أحب أشكر لدارة العام المباطissement الجنائية وشعبات الإعلام الجنائي على الجهد المبذولة اللي قايا سوهمه لنا ووعونا عن المخدرات واعونا عن مضارها والحمد لله قايا سوون توعية وسوون محاطرات في المدارس والحمد لله عرفنا شنو مضار المخدرات والحمد لله يعني مقصروا على الجهد مبذولة وتمضي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الطريق الصحيح وصولني إلى الأهداف المرجوة وسط تأكيدات بأن مجتمعنا المتماسك قادر على موجهة كافة التحديات